في بعض المواقف يجد المسؤول نفسه أمام القرار الصحبي والحازم وإذا اشتد الأمر لا يملك إلا اتخاذه لمسؤوليته أمام الله المطلع على ما في النفوس وأمام الشعب الذي أولاه الثقة أنه عواصف لا ترحم والأماج لا تعرف صديقا لهذا كان لزاما علي وفاءا للأمانة التي أحملها في عنقي ومن دافع مسؤولية اتجاه هذا البلد الطيب والشعب الكريم أن أصدر أمرا أميريا بحال مجلس الأمة ووقف بعض مواد التستور بعد أن رأينا ما سوحيق بوطننا وشعبنا العزيز فيما لو استمرت الأوضاء على ما هي عليه وإننا بعون الله وتوفيقه لن نتخلى عن مسيرتنا النيابية التي آمنا بها بما يكفل المحافظة على الكويت وشعبها ويعمق مشاعر الحب والتضحية لهذا الوطن الغالي ويحفظ أصالته ووحدته من أي انقسام أو صراعات داخلية لكي يكون سدا منيعا أمام المؤامرات التي تريد النيلة من صلابته وستبقى الكويت وشعبها العربي سندا لأمتها العربية وغضاياها المصرية وعونا لأمتها الإسلامية وشريعتها السمحاء